ثم أحب أن ننبه على مسألة حدثت في ترهون المقابر الجمعية التي كل يوم يستخرجونها ألا قبح الله أفعالكم ألا قبح الله صنائعكم ما هذه الجتة التي تخرج كل يوم ما هذه الجتة التي اعتددتم عليها هذه الأرواح البرية رجال نساء أطفال بثيابهم ومن غير ثياب وأحدهم وجد مدفونا في مقابر الجمعية بلوكسوجين وآخر بإبرة التغذية وآخر بسيارته ورابع وعاشر في فسكية وآخر في فونية مجاري عزكم الله ما هذه الأنفس التي اعتددتم عليها يحلل الله عز وجل غضبه وعذابه عليكم لأنكم استبحتم أموال الناس واستبحتم دماءهم والأنكى من ذلك والأشد والأخزى أنهم الآن القتل والمجرمين فروا من ديارهم ولم يخبروا الآباء والأمهات والأطفال على آبائهم وإخوانهم الذين دفنوا في المقابر الجماعية التي لا يعرفونها أليست لكم قلوب؟ أين قلوبكم وأين عقولكم؟ قاتلوا بأخلاق المقاتلين إن كنتم تدعون الشجاعة وإن كنتم تدعون للأخلاق وإن كنتم تدعون أنكم على حق اللي قتلتها الآن ودفنتها بحوائجة ولا بسيارتها والله في فونيا وإلا دفنتها بالتغد يمتعها وإن دفنتها يا راجل بلغ عليه أمة اللي كبدها قاعد وارع فيه النار وبلغ عليه زوجتها وبلغ صغيرتها يلقوه بش يدفنوه ويرتاحه يا أخي أنت الآن في رقبتك رقاب وزيد حاجة ثانية في رقبتك دعاء يلحقك من الأبرياء دعاء عليك بالويل والتبور من الأمهات ومن الزوجات ومن الأطفال والأبرياء يلاحقونك أنت على الأقل قول لهم يا أخي اتصل بيهم وقل لهم تلقوا في المكان الفلاني مقبرة خلي طلعوهم ويتعرفوا عليهم أهليهم ويدفنوهم ويكرموهم على الأقل لعلهم ينسون لعلهم يسامحونك لعل عزوز لما تشبحوا ليدها زي أم الشيخ نادر الآن إلى يومنا هذا وتقول جيبوا لي ولدي نبي نعرفها وين نبي نمشي ندعيلها نبي نعرف مقبرتها وين لعلها الحاجة بعد أيام تسامحك أنت اللي قتلتها واللي شاركت في قتله لعل رأوا الناس رأوا ما تظنهم زي قلوبهم رأي كالحجارة وشد قسورة كثير من الناس رأوا يسامحونك ويعفون يعفون عنك وانت غير قول لهم واندفنت وبلغ على هذا الأمر على الأقل يعني يدفنون أولادهم ومع الوقت لعلهم ينسوا ثم يعفون عنك لكن تخليهم لا يعرفون أباءهم ولا أولادهم ولا ضرريهم ولا أين فعلت بهم وأين وضعتهم أين دفنتهم فهذا حرام يتبعك إلى قيام الساعة هذه كالصدم العكس الصدق الجاري هذه كالعذاب الجاري الذي يتبعك إلى أن تلقى الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ويوم أن يأتيك للمقتول ويأخذك من ناصية شعرك ناصية رأسك ويقول لك يا ربي يقول لله عز وجل يا ربي سل هذا فيما قتلني